بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة المتابعين وإلى فقرة جديدة من فقرات كتاب يليغ لتعلم لغة فرنسية طبعا لازلنا معه كما في كلمة لث يعني النار طبعا هناك كلمة أخرى تأتي كوصف نقول مثلا لث ثم نذكر الاسم المقصود به المرحوم نتكلم عن شخص توفي قريبا نصيفه بهذا الوصف إذن طبعا كنا قد وصلنا إلى هد الأحرف والمقاطع اللفظية والكلمات كما قلنا عندنا عندنا ثم عندنا حرف ف ثم عندنا ثم عندنا ثم عندنا ثم عندنا ثم عندنا ف ثم عندنا ثم عندنا تنمى فوق 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 voilà c'est le fermier pourquoi on l'appelait fermier parce qu'il possède une ferme le fermier possède une ferme إذن المزاري ريم تليك مزرع إذن تكلم عن une ferme après on a des mots avec فور par exemple papa est فور papa est فور le contraire c'est faible 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 طبعا كلمة faible تكتب هكذا faible يعني ضعيف le contraire c'est fort fort يعني قوي في المؤمنة نقول fort يعني أنا قوية papa est fort إذن الأب أنه قوي papa est fort ثم la fortune la fortune parfois nous parlons de fortune colossal colossal حين نتكلم عن التروة طائلة fortune colossal et si on a la fortune هنا عندنا التروة 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 الشخص المالية إذن نقول la fortune أبعونا دموعة فر par exemple مَيْفْرَرْ 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 إذن أتكلم عن إخواتي إذن أقول مَيْفْرَرْ ثم لا مَيْفْرَوْتْ لا تابل لا مَيْفْرَوْتْ لا تابل فرط c'est le verbe فرطة لا مَيْفْرَوْتْ لا تابل الون تفريكو التويل مَيْفْرَرْ لا مَيْفْرَوْتْ لا تابل et enfin nous des mots avec فل par exemple une flûte comme nous venons de le voir pour l'instant voilà c'est une flûte après on a une jolie flamme une jolie flamme regardez là avec le feu on a une jolie flamme إذن تكون عندنا شعلا كمان نتكلم عن شعلا جاميل مع النار تكون عندنا شعلا جاميل إذن نتكلم عن une jolie flamme après on a des mots qui comprennent elle d'autres qui comprennent oui oui et enfin on a des mots qui comprennent br nous prenons tout d'abord les mots qui comprennent elle par exemple mina elle mina elle إذن mina هي هنا elle a pris bien sûr c'est le verbe prendre ou passe composée إذن هذا في l'اخ d'â 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 composée هنا في الماضي المركب المقصود أنه في الماضي elle a pris إذن هي أخذت أخذت ماذا baby baby إذن هي أخذت الرضيع التي هم elle إذن نتكلم عن هي هد الضامير لكتب هكذا بعض الصوت elle elle a pris baby إذن هي أخذت رضيع أخذ ندي مع we elle lui طبعا مع elle y تنطق lui elle lui إذن هي له elle lui إذن هي له don la ball تعطي الكرة هي له تعطي الكرة المقصود هي تعطي هي يتعطي الكرة إن لها دون la ball إذن يتعطي الكرة Mina elle elle أخذ bébé إن لها دون la ball enfin ندي مع بغ le bras de Mina la brosse le bras on on déjà vi le bras من قبل رأينا كلمة le bras المقصود بال dira ou l'adrug Mina عند فقط dira 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 إذن le bras d Mina إذن نتكلم عن dira i Mina le bras d Mina la brosse on a déjà vu le mot brosse avec lequel on a vu l'over brosse إذن رأينا من قبل كلمة brosse والذي مع رأينا فعل brosse brosse كما نقول أن ك تفريك بال شيت إذن la brosse المقصود بال شيت أو الفرشette إذن l'abra d Mina la brosse la brosse إذن حتى لا نضطل نكتب في بعد القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله